بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نلتقيكم اليوم في محاضرة جديدة من السلوك التنظيمي نتناول فيها موضوع فيقاية الأهمية وهو موضوع الشخصية الذي سوف نتحدث فيه في الفصل الخامس نبدأ بأهداف هذا الفصل يهدف هذا الفصل إلى تفسير والتنبؤ بسلوك العاملين عن طريق دراسة شخصيتهم ودراسة الشخصية يفيد المنظمات في التعرف على الأفراد ودفعهم ومعرفة تفسير حركتهم وأنشطتهم وأنشطة كل فرد دون قيرهم ولنا أن نسأل لماذا يتصف بعض الأفراد بالسلبية ولماذا يتصف بعض الأفراد بالإيجابية ولماذا يكون بعض الأفراد نشيطين ولماذا لا يكون البعض الآخر هاديين هذه الأسئلة وقيرها نسعى الإجابة عليها وتفسيرها عبر هذا الفصل تعريف الشخصية عرف جوردون ألبورت الشخصية بأنها الحركة المنظمة داخل النفس والبدن والتي تحدد قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة الخارجية إذن الشخصية هي الحركة المنظمة داخل النفس والبدن التي تحدد قدرة الإنسان الفريدة على التكيف مع البيئة التي يعيش فيها فهذا التعريف للعالم جوردون ألبورت ذكر أن الشخصية هي شيء داخلي داخل الإنسان وهي حركة منتظمة أو منظمة داخل الإنسان هذه الحركة هي التي تفسر لنا استجابات الفرد وتكيفه مع البيئة التي يعيش فيها وبعد هذا المفهوم للشخصية يمكننا الحديث عن محددات الشخصية ونقول أن محددات الشخصية هي ثلاثة محددات اللي هي الوراثة والبيئة والموقف نبدأ بالحديث عن الوراثة الوراثة هي القدرات الشخصية الخارجة عن إرادة الفرد لأنها موروسة ومكتسبة من الوالدين ولكن على الرغم أنها موجودة في الإنسان أو هو مولود بها لكنها تتأثر كذلك بالبيئة التي يوجد فيها الإنسان وأن نقول أن البيئة يمكن أن تؤثر فيها وتعدلها المحدد الثاني بالإضافة للوراثة هو البيئة والإنسان ينتمي إلى بيئة معينة وتستطيع أيضاً البيئة أن تؤثر في شخصية الإنسان لكن تأثير البيئة يكون في حدود الصفات الموروسة التي ولد بها الإنسان المحدد الثالث هو الموقف والموقف كثيراً ما تقير في شخصية الإنسان لأن بعض الظروف تستدعي أن يتماشى معها الفرد وبالتالي يقير سلوكه وفقاً لهذه الظروف ومن ذلك أن الإنسان إذا انتغل إلى بيئة معينة مثلاً هو يعيش في البيئة العربية ينتغل إلى البيئة الأوروبية أو الأمريكية إذن البيئة تؤثر فيه الموقف يؤثر فيه هذا بالإضافة للصفات التي ولد بها فهذه المحددات الثلاثة هي التي تكون شخصيته فهو كان الوراثة أو البيئة أو الموقف هذا ما أريد أن أقوله في هذه المحاضرة وأشكركم على حسن الاستماع وإلى لقاء في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته